حالة الحيرة عند مراجع الشيعة منذ ابن الجنيد وإلى الآن وإلى السستاني هذا الذي تشاهدونه في برامج التلفزيون حينما يخرج بعض المعممين ويجيبونكم على أسئلتكم عن الخمس باعتبار أن الحديث عن الخمس بشكل قاطع يجيبونكم بشكل قاطع هؤلاء جحوش الذين يخرجون على الفضائيات من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء هؤلاء جحوش لا يعرفون ماذا يجري في الكواليس هؤلاء يحفظون معلومات وكأنها مسلمة فحينما يتحدثون عن الخمس يتحدثون بحديث المسلمات هو نفسه هذا المعمم الجحش الذي يجيب على الفتاوى عبر الفضائيات لو رجع وسأل المرجع فإنه سيجد المرجع في حيرة من أمره وإنما هذا كلام يذكرونه لكم مثلما يجيبون بإجابات واضحة حينما يسألون لكنهم فيما بينهم وبين أنفسهم في حيرة من أمرهم المراجع إن لم يكونوا جميعا أكثر المراجع لا يعملون برسائلهم العملية ولا يعودون إلى الأبحاث الفقهية التي يطرحونها في دروس الخارج حينما يحتاجون أمرا شرعيا يذهبون إلى كتاب وسائل الشيعة يفتحون الكتاب يذهبون إلى الباب الذي يحتاجون منه المسألة ولا يقرؤون كل الروايات يقرؤون رواية واحدة ويعملون بها لكنهم حينما يتحدثون في الدروس وحينما يجيبون الناس يتحدثون بطريقة أخرى هذه عدة شغر يضحكون عليكم لأنهم يجدون الحيرة في هذا المنهج الطوسي ومنهم من لا يبالي أصلا بالطريقة التي يعمل بها مدام بعيدا عن أنظار الناس هم يعبؤون لأمر الناس ماذا يقولون للناس ويعبؤون بأمر السنة كذلك ماذا يقول السنة عننا هذه الحقائق التي أطرحها في هذا البرنامج أكثر ما يؤذي مراجع النجف هو أن السنة اطلعوا على عوراتهم وقبائحهم هم ليسوا مهتمين أن هذه الحقائق حقائق ولابد أن يرتب عليها الأثر هذا الأمر لا يعبؤون به ولا يحسبون حسابا كبيرا للشيعة الحمير من أتباعهم لأنهم يعلمون لو أرادوا أن يلوطوا بأتباعهم من مقلدهم فإن أتباعهم سيعتبرون هذا مكرومتان ويعتبرون هذا بركتان هذا مساج نوري من قبل المرجع لكنه بشكل داخلي لإدخال البركة إلى أعماق جوف الإنسان أتباع المراجع حمير حمير بتمام معنى الكلمة ولذا لا يخافون منهم لا يعبؤون بهم هم يحسبون ألف حساب أن تتشوه صورتهم عند السنة ماذا سيقول السنة عنا لقد فضحنا هذا الرجل أمام السنة هذا شغله مشاغل لا علاقة لهم بإمام زمانهم ولا علاقة لهم بالدين هل هذا الدين الذي هم عليه دين صحيح أو لا ولا يعبؤون بالشيعة لأن شيعة حمير هذا هو الذي يعبؤون به إنهم يفكرون كيف يخدعون تلامذتهم بعض التلامذة يعرفون الحقيقة ولكنهم يجدون معيشتهم مع هؤلاء المراجع والمراجع يرتاحون لمثل هؤلاء لكنهم يخافون من بعض الطلبة الذين ربما تصح ضمائرهم وأنا أشك في ذلك لا أعتقد أن معمما يصح ضميره ربما تكون هناك استثناءات هذه العمامة الإبليسية كما تصفها الروايات هذه عمامة العباسيين الروايات تصف هذه العمائم التي يلبسها مراجع الشيعة بعمائم إبليس أتحدث عن هيئة العمامة هذه العمائم الإبليسية العباسية القذرة ما إن توضع على الرؤوس حتى يتحول هذا الكائن الذي كان متدينا قبل العمامة وجاء من عائلة كريمة وجاء من عشيرة شريفة وكان إنسانا مستقيما ما إن يضع هذه القندر على رأسه حتى يتحول إلى بهيمة حتى يتحول إلى كائن فاقد للضمير يتحول إلى كائن ربه ذكره ربه بطنه ربه هذه الدولارات التي تنزل في جيبه هذا هو الواقع الذي يجري في المؤسسة الدينية وهذا برنامج مدروس خطط له الشيطان وبعد ذلك جعل مراجع المذهب الطوسي نوابا عن في تنفيذ هذا البرنامج هذه الحقيقة من الآخر وإلا هؤلاء الجحوش الذين يخرجون على الفضائيات كي يجيبوا على فتاوى السائلين من الشيعة أو أولئك الحمير الذين يرتقون المنابر الحسينية حينما يتحدثون في موضوع الخمس يتحدثون بشكل قاطع بينما مراجعهم في حيرة من أمرهم السبب في الحيرة ليس هناك من نصوص يستطيعون أن يستدلوا بها على تشريع الخمس زمان الغيبة فكل مرجع يصنع له طريقة لسرقة الشيعة ولذا هم في حيرة ماذا سيصنعون لو تحدث متحدث من أمثال يعرف الحقيقة بتفاصيلها مطلع على المصادر والأدلة والتأريخ هذه حيرتهم هم لا يعبؤون بالشيعة الحمير الذين قد ركبوا على ظهورهم وقالوا لهم ديخ نحن نتعامل مع مجموعة من الكذابين السفلة هؤلاء الذين يقالوا لهم المراجع أنا أنقل لكم قناعتي وليس بالضرورة أن تقبلوا قناعتي هذه قناعتي وأنا أتحدث بها بشكل صريح لأنني مقتنع بها ولأنني صادق فيما أقول على الأقل فيما بيني وبين نفسي عبر عقود من الزمن بل عبر حياتي كلها لا أعرف أشخاص أكذب من مراجع الشيعة لا أعرف أشخاص أكذب منهم هؤلاء كذابون خبثاء وكذابون إلى حد بعيد جدا يكذبون حتى على أنفسهم إن كانوا بحاجة أن يكذبوا على أنفسهم وإن كانوا هم يعلمون من أنهم كذابون يعلمون هذا عن أنفسهم الإنسان أعلم بنفسه من غيره يكذبون على الجميع هذا الذي يقال لكم مشكلة مراجعنا في الحواشي يا أخي وفي الحواشي غواشي هذا كذب من المراجع أنفسهم الحواشي براء الحواشي يكذبون بكذب المرجع نفسه أكاذيب الحواشي مهازل الحواشي فساد الحواشي من ذلك المرجع الكلب ابن الكلب من المرجع نفسه الكلب ابن الكلب يخرج الكذب على ألسنة أبنائه وأصهاره وحاشيته ووكلائه الحواشي لا يكذبون لأنهم إذا ما كذب سيطردون الكذب يخرج من المرجع الكلب ابن الكلب نفسه هذه مشكلة شيعة التي لا يعرفونها هذه قناعة وأنا أقمت الأدلة عليها والأدلة موجودة على الشبكة العنكبوتية عبر المئات والمئات من الساعات وعبر المئات والمئات من الأدلة والوثائق التي تكشف أن مراجع الشيعة كذابون 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 يكذبون في كل شيء ويأمرون أبنائهم وأصهارهم ووكلائهم أن يكذبوا لتعظيم شأن المرجعية وأن يكذبوا لتقزيم الذين يختلفون مع المرجعية أو الذين ينافسونها فهم يكذبون في جميع الاتجاهات وكل ذلك الكذب يخرج من تحت العمامة القذرة النجسة للمرجع الكلب ابن الكلب نفسه هذه هي الحقيقة من الآخر التي لا تريد الشيعة أن تعرفها وإذا ما عرفتها فإنها ستبحث عن أي طريقة لأجل أن تقنع نفسها بأن هذا ليس صحيحا أو أنه صحيح وفقا لمقاييس هذه المقاييس المرجع الكذاب نفسه يصنعها له وهذه القضية لا تخص واحدا من المراجع هذا ديدن مراجع الشيعة منذ ابن الجنيت إذا كانت هناك استثناءات فهي نادرة جدا الخط العام لهؤلاء المراجع هو الكذب والدجل ولكنهم يضحكون على أنفسهم بأن هذا لمصلحة الدين هم يحدثون الشيعة بأن هذا لإحياء أمر أهل البيت في أي مكان أحياء المراجع أمر أهل البيت؟ هو إحياء لأمر المرجعية النجسة إحياء لأمر هذه المافيات لأمر هؤلاء الكذابين واللصوص السفلة إحياء لأمر هذه الحوزة التي يشيع اللواط فيها من رأسها إلى ذيلها هذه هي الحقيقة من الآخر من دون قشور ومن دون رتوش من دون مجهملات ومن دون مصانعات نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر